بهذا الفيديو حنشتغل مثال رسمة حنبلش فيها من الأساس من المنظور وحتى نخرجها بشكل كامل المثال بسيط جدا بس الشغل هون أكثر عحيكون عن موضوع الإخراج هذا البناء موجود بفرنسا وبباريس تحليدا ارتفاع المبنى هات تقريبا 130 متر وادعم حكي على هاتشات فلاحظ قد الأخطوط دقيقة عندي وهدون لتاعت هنا فعلا أشخاص حتى لازم يكونوا أصغر من هاي الرسمة انها هي جايبة من صورة وراسمة لكن هي مستوحات من أسلوب دان هوغمان المعماري دان هوغمان له أسلوب رائع بالإخراج فحاولت ان اشتغل عدة رسمات لهذا الأسلوب نفسه لحتى حاول اتمكن منه منلاحظ ان هون فعلا منظورون قطعنا منظورون عبارة عن بوكسات ما في أي صعوبة أول شي بنرسم خط الأفق هنحاول بس نظبط موضوع النسبة الكتلة اللي عندي واللي عنده اي مشكلة بمنظورون قطع نحنا كنا عمليم فيديوهات على القناة شرح على منظور النقطة بمكانك ترجع إليهم تستفيد منه أهم شغلة بالمنظورة أو أي رسمة عمقن إليها هي الخطوط الأولى اللي بيرسمها لأن هاي الخطوط هي بتحدد لي نسبة الرسمة كلها فأي خط بدي تضيفه على الرسمة بيكون بالنسبة لهاي الخطوط اللي ضفتها أول شي هاد الخط اللي رسمته معلوم مسحوب عند النقطة هاد خط معين وسبب هاد الخط انه مثل ما لاحظنا بالبناء هو فاية البناء لجوة ففي تجويب فاية لجوة لهيك هاد الخط ما بيروح عند النقطة وإنه أنه أي خطوط مائلة بيكون إلي قاعدة خاصة وإلى نقاط لحال بعدين بسحب العمق لعند النقطة وبرجع مثل ما كنا حكي بمنظورة نقطة خطوط أفقية وخطوط شاقولية إنه بمنظورة نقطة خطوط أفقية بتضل أفقية والشاقولية شاقولية والعمق هو اللي بتشارد لعند النقطة بعدين ببلش بضيف الكتل الثاني برسل من هيكل أساسي مربع وبعدين بسحب الأطراف لعند النقطة تقريباً الكتل كله منتهي عند الخط أو تحت بشوي خطوط التشريد الأساسية ممكن نخليها بالرسمة بحيث ما تنزعلي أو تشوهلي الرسم وكتير أيام هاي لخطوط بتعطي جمالية للرسمة وهلا بنشتغل القصم الثاني كمان نفس المبدأ تماماً في عند البرج العالي ونرجع بنسحب العند النقطة خطوط الأرض بمنظورة نقطة كمان بتنسحب العند النقطة بس انتبه إنه فعلاً عم تسحب العند النقطة تماماً ما لخطوط موازن وهتقول إنه بتنسحب العند النقطة فهي متجهة لعند النقطة بس ما شرط الخط متل ما هو يكمل العند النقطة تماماً غالباً بتطلع الرسمة شوي مملئ إذا هتشتغلنا بهديك الطريقة لهيك يبخلي للخطوط مقطعة أنا هون عم اشتغل بأسلوب دان هجمان لهيك عم احاول اشتغل نفس النمط اللي هو بيشتغل فيه ومرحلة التأليد بالرسمة هي جداً مهمة لح تتحاول تكتسب الاسلوب بأقل وقت ممكن من الشغلات اللي دان هجمان بيشتغل فيها أول شي هي الخطوط المعرجة ما بيشتغل الخطوط مستقيمة مية بالمية لكن هذا الخط نفس اسحبه من البداية للنهاية بتلاقي إنه فعلاً مستقيم بس نمط الخط هو معرج وفعلاً تتعاني كتير أسليم وأنواع للخطوط وإيضاً بيشتغل على شغلة ثانية إنه الخطوط بتكون عنده ظاهرة الخطوط الأساسية تبع الرسمة بخلية ظاهرة وحتى بمدة زيادة الرسمة بالبداية وقت نطلع عليها منحس إنه فيها كتير شغل وهي فعلاً فيها شغل لكن الخطوط الأساسية تبع الرسمة جداً بسيطة والتهشيرات أو الهاتشات اللي عم نشتغل فيها كمان بسيطة هحاول أوضح هنا بشكل بسيط إنه هاتشات اللي عم نشتغل فيها طبعاً كنا عاملين أيضاً عدد فيديوهات موجودة على القناة عم نحكي فيها على التحشيرات والهاتشات وهي الأمور ممكن ترجع تستفيد منه ممكن أفرض إنه المربع الأول هو الدرجة الأولى والمربع الثاني للدرجة الثانية وفيني يعمل الدرجة الثالثة ورابعة الخطوط اللي متقاطعة سوا هي من سمية الكروس كروس هاتش وحتى هي اللي متقاطعة فيه إلى كتير تفصيل وكتير أنواع لكن بهمنا من الفكرة الأساسية وأتبدي أعطيك كذا طبقة مثل ما حكينا تحت سواء الثانية أو الثالثة بخلي فيه تلاشي يعني أعطي الطبقة الأولى الطبقة الثانية ما بتوصل للنهاية بخليها تتقاطع قبل فترة والطبقة الثالثة كمان نفس الشي للأسطح اللي على الواجهة إنه إنه هدون فيهم ميلان فما بيكون مستقيمين مية بالمية بيكون فيهم شوية ميلان لجوا وتحت في عندي المدرج اللي هو مكاننا القعدة والناس كلها بتروحنا هناك وهنا نروع الكتلة الثانية الخطوط أغلبة اللي عم نشتغل فيها هي فعلا خطوط أساسية موجودة بالبناء نفسه يعني ما كتير جايبين شغلات إضافية وإيضا نفس الهاتشات اللي عم نشتغل فيها درجة ودرجتين وثلاثة الهاتشات مهمة وضروري إنه تشتغل التمارين تبعه هي وتمارين الخطوط وبهي الأمور كله لكن إذا ما طبقتنا على رسمات فعلا ما بتستفيد وبنصحك إذا كنت مبتدأ بالرسم إنه فعلا نجيب رسمات وتحاول تقلد لمعمارية أو رسامين أو الأسواب اللي بداك ياه مرحلة الإبداع وإنه الواحد يرسم من خياله أو يرسم من صور هاي مرحلة جدا مهمة بس مو دغري من نبدأ منا منبدأ أول شي إنه نقلد رسمات بعدين نقلد من صور بعدين نرسم من الواقع بعدين من نرسم من خيالنا فهي الأمور لازم تمشي بالترتيب لحتى تطلع نتائج جيدة وبنشتغل هلا كمان باقي الكتال سأكتفي إنه أعمل أخطوط فوقية وممكن تحت مكان بدي أعطي غماء أكتر بعطي أخطوط شاقولية وغالما اللي بنشتغله بالرسمات بيكون أسهل من التمارين اللي بنشتغله بالهاتشات لحاله هناكي بنشتغل التمارين لتأوية الإيد ولا ناخد فكرة عن الموضوع أما هن بهمني موضوع السرع وموضوع إنه تخدمني وتطلع لي جمالية والرسم المعماري أساسا لازم يكون سريع ماله من النوع اللي الواحد لازم ينضلع الرسمة عدة ساعة لازم أقل وقت ممكن تكون فعلاً خالص الرسم أنا الوقت الكامل اللي احدثتوا معي هي الرسمة طبعاً بدون تسريع قريباً ربع ساعة وبرأيه هو وقت مناسب للرسم المعماري وهلا بنعمل الكتلة الأخيرة كمان نفس المبدأ اللي حكينا عليه الخطوط الفاتحة بإعلام التحوير بطلعها نميل زاوية الألم بس ميل الزاوية بتطلع معي هي الخطوط أما إذا بيطلع خطوط أغماء اللي هي الأساسية بألم التحبير فبصير بشتغل زاوية عمودية هنشتغل هي الخطوط الأساسية أو التأسيسية اللي ممكن نسميها وإنه هاي من الأسليب أو من الشغلات اللي بشتغل في إعداء هجماء وحنعطي مثل غماء وتهشيرات للأرض وبالأخير ما من ننسى نضيف الأشخاص ولو إنه هنا فعلاً بالبناء لازم يكونوا أصغر من هيك في كتير أمور أيام ما مهتم فيها لكن كتير تتأثر على الرسم مثل التهشيرة اللي عطيناها للأرض والأشخاص وبأخير من ضيف السماء كمان بنفس الطرق اللي عم نشتغل فيها يفضل وقت تشتغل رسمها بأسلوب إنه تشتغل باقي الكماليات بنفس الأسلوب تعرضوا الأسليب مع بعض هذا الشيء يعتبر سلبي بالرسم أتمنى المثال يكون فعلاً واضح والمثال مثل ما شفته فعلاً بسيط اشتغلوا هاد التطبيق وشاركونا النتائج والسلام عليكم